إما أن يكون عامين هذا نص عام وهذا نص عام مثل قول النبي صلى الله عليه أيما إيهاب دبغة فقد طهر هذا نص عام كل إيهاب كل إيهاب وفي قوله لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني أي إيهاب أيضا هذا نص عام وهذا نص عام فكيف نجمع بينهما؟ قال أهل العلم أن الجمس سهل بينهم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر إذا دبغ ما صار اسم إيهاب وذاك قبل أن يدبغ انتهى الأمر جمعنا بين نص عام جمعنا بين أن هذا قبل الدباغ وهذا بعد الدباغ